اشتركوا في القناة حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما تحب ربنا جل في علاك وترضى والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليماً كثيراً أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وقاتكم بكل الخير وحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة وباسمكم جميعاً نرحب بضيفنا فضيلة شيخ الدكتور محمد صافي المستغان من حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة بارك الله فيكم وحياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام جزاكم الله وخير الجزاء بسم الله يقول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هذه الآية جاءت بعد آيات طويلة فهي في القرآن المدني وعادة القرآن المدني أن تكون آياته طويلة جاءت بعد آيات طويلة يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا والذين كفروا وكيف أن الذين آمنوا إذا لقوا الذين كفروا في ساحة المعركة كيف يتعاملوا معهم في القتال وتحدثنا حول أنه الهدف ليس القتال بحد ذاته وضربنا على ذلك مثالا قول الله تبارك وتعالى فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم لا شك أن العلاقة الظاهرية ما بين هذه الآية وما بين آيات القتال على الأقل واضحة في قضية النصرة نصرة الله سبحانه وتعالى للذين ينصرونه لكن السؤال الذي يجب أن نتحدث فيه كيف للذين آمنوا أن ينصروا الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أضيف على ما قلت العلاقة واضحة وهي بما أن الجو فيه لقاء وفيه مقاتلة بين الفريقين التي تحدثت عنها الآيات السابقة وركز القرآن على كيفية التعامل بعد اللقاء فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زرع فمواجهة الكافرين الصادين عن سبيل الله مطلوبة مطلوبة حين يصدون وحين يمكرون وحين يسئون إلى المسلمين جميل هذه المعاني تثير لدى المسلمين سؤالا قبل أن أجيبك سؤالا يقول جيد ما يكون شأننا معهم ما يكون شأننا إذا نحن التقينا بهم هل ينصرنا الله؟ هل يكون معنا حتى ولو كنا ضعافا حتى ولو لم تكن لدينا الوسائل هنا تدخل عدة التساؤلات إجابة عن هذه التساؤلات ما يكون موقفنا معهم وما النتيجة؟ قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يعني هذا وجه الارتباط بارك الله فيك سؤالكم كيف ينصر المسلمون الله وكيف ينصر المؤمنون الله وهل الله بحاجة إلى أن ينصره أحد؟ آه إن تنصروا دين الله إن تنصروا العقيدة السليمة إن تنصروا داعي الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم إن تبينوا عظمة العقيدة الإسلامية إن توضحوا دلائل الحق دلائل الاعتقاد السليم وتفند سبهات الآخرين هذا نصر الله يعني الآن لا يوجد مواجهة بين المسلمين والمشركين دورك كمسلم كعالم كمثقف أن تبين حقائق الإسلام وتبين أباطيل الشرك والكفر عباس محمود العقاد الكاتب الذي هو يعد إسلاميا كتاباته إسلامية لكنه يعني عجبت لما يعني كتاباته إسلامية أما ولم يكن في الصف الإسلامي بمعنى الالتزام والصلاة كذا لكن الرجل قلمه كان إسلاميا ماذا قال؟ قال حقائق الإسلام وأباطيل خصومه هذه كتاب حقائق الإسلام المشرقة فالمسلم أنت في أي مجال تستطيع أن تبين العقيدة السليمة أنت تنصروا دين الله تنصروا دين الله لكن نصرة دين الله ليست بالقتال فقط أنا هذا الذي أؤكد عليه نصرة دين الله بالمعاملة ببيان حقائق الإسلام بالاحتجاج الصحيح كل هذه السماوات والأراضين والمجرات أنت تستطيع أن تخدم دينك بالعلم لكن ليس هذا هو المقصود هنا هذه وسيلة من الوسائل لأن القصد أن الحديث جاء حول المعركة وحول الحرب ولذلك يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم في المعركة في الحرب في المواجهة وربما الدلال على ذلك ويثبت أقدامكم جيد وهل يسألك أستاذ محمد وهل إذا انتهى القتال في غزوة بدل وأحود ولم تعد مواجهات الآية منسوخة الآية أنا هذا الآية محكمة تتحدث عن واقعة في غزوة أحود بدل في عهد رسول الله وتتحدث عن واقع المسلمين دائما فالواقع المناسبة الصريحة هي هذه الذي تفضلت بها إن تنصروا الله ينصركم في الميدان ويثبت أقدامكم في الميدان الآن أنا أنتقل إن تنصروا عقيدة التوحيد وتبينوها ينصركم ويثبت حججكم ويثبت طريقكم وحتى ممكن أن تنطبق هذه الآية على كل ما يخوضه المسلمون من معاركة حتى لاحقا لأن تعرف إن تنصروا في المستقبل صحيح إن تنصروا الله سبحانه وتعالى ينصركم حتى في لقائكم اليوم اليوم في لقائكم مع من يضطهدكم مع من يغزو بلدكم مع من يقاتلكم اختلافا في عقيدتكم في دينكم مع من ينشر الشبهات لتشويه القرآن ينصركم ويثبت أقدامكم مع الذين يزرعون الشبهات وكذا فأنت الآية تحتمل والمعنى الأول هو المتبادل لا تشكر لأن سورة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني المواجهة في غزوة أحودي بين المسلمين وعدائهم من غير لكن الآية الآية دائمة غير منسوخة محكمة هذا كلام جميع العلمين كيف أنصره الآن؟ أنصره بتمثيل السليم للإسلام بالدفاع عن حقائقه وتفنيد الشبهات التي تطار الآن هذه التهمة العالمية التي الإسلام دين والإرهاب هذا كلام غرض إسلام دين الرحمة والتسامح والعلم والثقافة والاحتجاج أيضا لذلك ننتقل الآن ويثبت أقدامكم في الميدان في الميدان وعندما يكون هناك القتال يثبت حجاجكم يثبت أقدامكم في الدفاع عن العقيدة في العصر الحديد وفي غيره لذلك الآية عامة بارك الله فيك في المعركة كثير من المصطلحات المجازية التي تقال ولا يقصد معناها وأنما يكن بها لمعاني أخرى مثل ما تحدثنا في حلقات سابقة فضرب الرقاب ليس المقصود ضرب الرقبة مباشرة فقط حتى حينما يقول الله سبحانه وتعالى فشد الوثاق يعني قد لا يكون المقصود هو شد الحبل على اليد بقدر ما هو يعني التأكد من أنهم في خفضتكم بشكل محكب محكب بارك الله بشيف أنت كيف انتقلت ما سأل الله الإحكام الإحكام في الأمر إلى أن يأتي وكذلك تحدثنا حتى تضع الحرب وأوزارها وهذه كناية عن انتهاء الحرب الآن هنا قال يثبت أقدامكم نعم وهذه يعتقد كذلك كناية ليس المقصود تثبيت القدم في الأرض بالمعنى الحقيقي سيد محمد حياك الله تنطبق في الميدان دليل أنه في غزوة بدر إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويثبت به الأقدام كانوا في منطقة فيها رماد والمعنى الحقيقي وارد يثبت الأقدام الأرض التي ينزل عليها المطر ويدوس عليها المجاهدون تتثبت ولا تصبح لينة بحيث يعثر صاحبها فتثبيت الأقدام في معركة القتال وارد والتثبيت المعنوي وارد وهو طمأنة المسلمين تقوية قلوبهم تأييدهم هذا أيضا تثبيت لكن أنا أقصد إذا كان في تلك المعركة ساحة المعركة هنا الأمر يوجد لا أنا أقصد تتطلب أن يدعو الإنسان ربه أن يعينه على تثبيت قدمه في أرض متحركة رملية طينية أو غير ذلك لكن اليوم المعارك قد لا تتطلب هذا الأمر لكن يقال هذا المصطلح يقال يقال المصطلح وتثبيت الله للقلوب بإضاحة الحجج الصاطعة بتأييدهم في دينهم بتمهيد وسائل الدفاع الآن كلها حرب إلكترونية فلذلك بارك الله فيك هذه كناية عن تثبيت القلوب وكما تعرف أنت إن تنصر الله ينصركم جيد سؤالك الأول وجيه كيف أن ننصر الله جاءت صورة الحج وقالت وعد الله الذين آمنوا في آية في سورة الحج تقول لا ينصر أن الله من ينصره على واحد بعدها قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنة ما الشروط يا رب يعبدونني لا يشركون بشيء يعبدونني لا يشركون بشيء لا في آية أخرى كأني نسيتها تحدث عن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأولئك هم المفلحون أن نصر له شروط فأنت لا ينصر الله أناسا لا يقيمون الصلاة لا ينصر أناسا لا يؤدون الزكاة فيما بينهم لا ينصر الله أقواما لا يتأمرون بالمعروف ولا يتنهون ثمت شروط عددها القرآن خصوصا في القرآن المدني التي سنصل إليها بإذن الله سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم نعم الذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ما العلاقة بين انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم نعم يعني ربما يقول قائل كان يفترض أن نسمع والذين كفروا فلن ينصرهم الله ولن يثبت أقدامهم هارك الله وفيك المقابلة الحقيقية يعني الواضحة الظاهرية الظاهرة إذن أقول لك نفس الكلام يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الجهة المقابلة ومن لم ينصره فتعسل له نصل إلى ما تفضلت به ومن لم ينصره فتعسل له هذا احتباك احتباك أو دعني أقول المقابلة من نحية الثانية فالذين ينصروا الله ماذا يفعل الله جل جل ينصره عيواث أن يقول ومن لم ينصره فتعسل قال والذين كفروا أي لم ينصرهم بسبب كفرهم بسبب تغطيتهم دلائل الحق والإيمان بارك الله وفيك وهذا هو وجه العطفي فالذين كفروا وحادوا الله وشاقوه وحاربوه وآذنوه بالقتال فهؤلاء فتعسا لهم والتعس كما تعرف الإمام القرطب يعجبني في تفسيره عشرة معاني للتعس يعني الإحباط الفشل الخزي التدمير الثبور تعسا له عندما تقول إنسان والعياذ بله تعسا لك معناها سقوطا لك يعني ترديا خزيا بعدا كل هذه المعاني هذا طبعا مفعول مطلق مفعول مطلق لفعل محذوف تعسوا تعسا تعسوا تعسا لهم يعني وانظر لكننا أريد أن نقف معك والذين كفروا لو جئنا لإعراب السيد محمد والذين كفروا فتعسا لهم مبتدأ بارك الله الإسم وصول مبتدأ نعم فتعسا لهم جملة الخبر جملة الخبر في محل رفع خبر جميل هاش أنت لأ جاءت وقلت في محله لكن في الأصل والذين كفروا فتعسا لهم فتعسا لهم خبر عادي خبر مفرد خبر مفرد مضمون دعني أقول لك شيء الأصل في الكلام الذين كفروا تدمير لهم هلاك لهم تعسا لهم أضاف الفاء ليضمن اسم الموصول معنى الشرط كأنه يقول من يكفر فتعسا له لم يكتفي جل جلاله غير الضم إلى فتحا لماذا فتعسا دعاء عليهم هكذا دعاء عليهم لو قال والذين كفروا فتعسا لهم كلام صحيح فتعسا لهم تحولت إلى دعاء عليهم الدعاء في العربية سقيا له نعم ويلا له بعدا له سحقا سحقا لأصحاب السعير هنا قال فتعسا لهم انظر إلى عظمة اللغة تحويل من ضمة إلى فتحة لأنها لما حولها إلى فتحة كما قلت أنت صارت مفعول مطلق صحيح لفعلين محذوب كأنه قال والذين كفروا فتعسوا تعسا لهم فأصبحت الكلمة تعمل عمل الخبر وتعمل عمل الدعاء ما أعظم هذه اللغة لكن في الحالة هذه لهم متعلق بماذا له متعلق به تعس تعسون لهم هذه تسمى اللام البيانية قالت هئت لك لك هيت لك يعني هي متعلقة بالفعل تعسون لهم هئت ولا هئت لك هذه متعلقة بالفعل بارك الله فيك طيب قال والذين كفروا يعني ألفاء هنا نقول هذه واقعة في جواب الشرط الشرط المقدر المقدر والمتضمن في اسم الموصول ما أعظم هذه اللغة لأن اسم الموصول ليس كل مرة يكون شرطا لا يكون شرطا عندما يتعضمن معنى الشرط تأتي الفاء لشدة الربط وإلا لو قال جل جلاله أو في غير القرآن الذين كفروا تعسون لهم صحيحا صحيح لا والذين كفروا فتعسن لهم كأنه يقول ومن يكفر فتعسن له تضمن السؤال مطلوح تعس ماذا قلت لك لكن كذلك لا يمكن أن تكون تعس مبتدع على اعتبار أنها نكرة ذلك شيء آخر إن شاء الله عليك سيد محمد لا لأنه العرب لا تبتدأ بالنكرة فتعسن لهم لأنها في تتضمن معنى الدعاء فتعسن عظيم تعسن مهول يعني لأنها تتضمن معنى الدعاء يجوز أن تكون نكرة النكر ولا يجوز الابتدى بالنكرة ما لم تفيد كعند زيد النمرة وهل فتن فيكم فمخل لنا إلى غير ذلك فمن بين وجوهها إذا كانت للتفصيل إذا كانت للتنويع إذا كانت موصوفة بوصف محذوف يجوز أن نبدأ بنكرة كأنه يقول فتعسن عظيم لهم فتعسن مهول والتنكير يفيد ذلك جزاك الله خير الإمام القرطبي أريد أن أقول لك ماذا قال القرطبي سنأتي بمعنى جديد قالوا وفيه عشرة أقوال اللهم مبارك معاني التعس التعس يقول نختصرها لك بعدا لهم خزيا لهم شقاءا لهم شتما لهم كلها تنطبق يعني هو يأتي بالإطالة قال ابن زيد قال الحسن هلاكا لهم ثعلب قال خيبة لهم الإمام الضحاق قال قبحا لهم رغما لهم شرا لهم كلها كلمات متقاربة هلاكا شرا خزيا لكن إذا جئنا إلى المعنى الدقيق تعس فلان ما معنى تعس بالضبط إذا ذهبنا إلى القوامس اللغوية هي ليست اسم جامد لا لا يعني يشتق منها الفعل يشتق منها تعس ليس مثل بئسة يعني لا لا بئسة فعل جامد وكما تفضلته نعمة بينما تعس يتعس تعس إتعاس فعل متصري تعس فلان إن كب على وجهه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدنار تعس عبد القطيفة نعم تعس بمعنى وقع وانكب على وجهه هذا المعنى الدقيق العرب يقولون تعس وانتكس تعس وقع على وجهه وانتكس وقع على رأسه واضح النكس هو الوقوع على الرأس هكذا نعم والتعس الوقوع على الوجه لأنه أنت تستطيع أن تقول لماذا لم يقول والذين كفروا فبعدا لهم بعدا سحقا لا وتعسا لهم سقطوا على وجهه لماذا لأن قوله تعالى ويثبت أقدامكم للمؤمنين يظن ظان ممكن يا أخي وإذا ثبت أقدام الكافرين المعركة ستطول كيف نقاتلهم المشقة ستزداد يثبت أقدامكم وسيتعثرون على وجهه يا سبحانك ما أعظم هذه اللغة هذا البحث اللغوي الدقيق أما على طريقة القرطبي خزيا لهم في الحقيقة لأنه يسقطوا على وجهه خزيا له ودمارا له لكن المعنى اللغوي دقيق في الاستعمال يا سبحانك أنا شخصيا كنت أجهلها ذهبت عند أحد المفسرين ذهبت إلى تاج العروس فتائي سيتعس انكب على وجهه وهذا يتسق مع تثبيت الأقدام ضده حتى يريد الله أن يطمئن المؤمن يثبت أقدامكم ويكتب العثار والعثرة على أقدامهم وينكب على وجههم سبحان الله بارك الله طيب أضاف لهم أمر آخر كذلك وقال و أضل أعمالهم ممكن لمن يتعثر أن يقوم قال لا و أضل أعمالهم لن يقوم أبدا و ضيع أعمالهم و مستقبلهم لأن هذا الإمام البقاء يشير إليها قال لو قال فتعسن له ممكن أن يقوم والشاعر العربي يعني هما يستشهدون بكلام بكلام للأعشاء طالف الأعشاء الشاعر لا 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 يستشهدون بكلام له حين كان يريد أن يسافر على ناقته القوية الشديدة وتعثرت فقال لها كلاما دقيقة شوي الزمخشر يقول وتعسن له نقيضها لعن له العرب يقولون تعسن أي سقط على وجهه لعن له استيقظ و انتعش هكذا لعن له هذا معقف فالعثور و الحطاط أقرب لها ماذا يقول الأعشاء يقول كلفت مجهولها نفسي ناقته الشديدة و شايعني همي إذا ما آلها لمع يعني ذهب إلى الجهة بذات لوث يعني مفازة عفوا بذات لوث يقصد ناقته المجهولة هي المفازة هي الصحراء الشديدة عفرانة إذا عثرت فالتعس أولى لها من أن أقول لعن لها من هنا يأتي الزمخشري اللغوي و يقول والله هذه الناقة الشديدة التي لا أقطع بها المفاوز والله تعسل لها ولا أقول لعن لها من هذا العرب اشتقوا هذه اللفظة وأصبح إذا دعوت على إنسان يقول تعسل له أي أسقطه الله على وجهه وأكبه على وجهه و مثل هذا التعليق لا تجده إلا عند الزمخشري و أمثال الزمخشري رجل اللغوي لو لا اعتزاله نسأل أعمالهم نعم يمكن للمرة الأولى في هذه السورة يتحدث عن إضلال أعمال الكافرين صحيح لا لا أول آية بارك الله فيك أول آية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم والذين ها أضل أعمالهم فهذا تأكيد لها تأكيد لها بارك الله فيك لأنه قال عن الذين آمنوا سابقا فلن يضل أعمالهم الآن جاء وكرر وقال أضل أعمالهم بارك الله فيك وأنا أشرت في بداية سورة محمد صلى الله عليه وسلم بأن لفظ الأعمال على ما أذكر تكرر تسع مرات في حق المؤمنين وفي حق الكافرين المؤمنون لن يضل أعمالهم والكافرون أضل أعمالهم المؤمنون لن يترهم أعمالهم ولن يبخسهم حقوقهم بينما الكافرون أحبط أعمالهم وسنصل إليها وأبطلها ولذلك هو الاحتراس هنا أنت تنبهت قلت ولماذا أضاف أضل قال الله هم تعيسوا تعسن وتعثروا وانكبوا لكن ربما الذي انكب يقوم قال لو أضل عمله فلا يقوم أبدا طيب جئنا عند ذلك لكن جاءتنا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل الآن ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أي وقعوا هذه الوقيعة وحدث لهم ما حدث بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله بارك الله وذلك هنا أولا هي اسم إشارة للبعيد والإشارة بها لماذا لذلك الإتعاس وذلك الإضلال كأنه يقول كأن سائلا يقول فتعسن لهم وأضل أعمالهم لماذا أتعسهم الله لماذا أصبهم الإتعاس والإضلال قال ذلك بسبب أنهم كرهوا ما أنزل فالقرآن يتوالى ويشرح ويوضح موقف المشركين والكافرين الصادين من القرآن ومن الدين لكن هذه تختلف عن ذلك ولو يشاء الله لا ذلك للفصل والربط تفصل كلاما عن كلام أما هنا لا المشارع إليه ذلك الإتعاس ذلك الضلال ما أصابهم بسبب أنهم ماذا كرهوا هنا الآن ارتقاء في وصف في البداية قال كفروا وصدوا زادوا كرهوا ما أنزل الله والذي يكره كراهية كما تعرف أن يضمر الإنسان يضمر ويبدي البغضاء والشحناء للشيء هؤلاء للأسف يكرهون ما أنزل الله طيب قال ذلك بأنهم نعم بسبب بسبب الباء سببية تعليلية نعم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم يقصد فيه القرآن طبعا ما أنزل الله هو القرآن وبالشيخ العام الدين لكن الدين ما هو أساسه القرآن والكريم الآن نأتي ذلك بسبب أنهم كرهوا الوحي كرهوا القرآن كرهوا الدعوة المنزلة دا قال ما أنزل الله جيد لا قصد يعني ما أنزل الله هو القرآن وينبني عليه الدين الإسلامي صحيح كانت النتيجة فأحبط أعمالهم ما معنى أحبط أعمالهم طبعا بشكل عام أبطلها أبطلها أضلها أزالها محاها كلها تتقالب أستاذ محمد لكن حبط يحبط ما معنى حبطت الناقة الناقة أو أي الحيوان دابة تأكل تأكل أحيانا وتزيد عن المقدار فإذا امتلأ بطنها إلى درجة عظيمة تموت لا إله لله بعض الشوك بعض الأنواع من النباتات يصيبها شيء من التخمة من التخمة الزائلة هذا معنى حابطت الناقة أو حابطت الدابة وامتلأت إلى درجة الموت طيب هذا لا يتفق فأحبط أعمالهم جيد لا أنا أقول لك أحبط أعمالهم أبطلها وأماتهم على الضلال لكن لماذا استعملت ذلك بأنهم كرهوا ما أنزلوا كرهوا وامتلأت قلوبهم كرها وعداوة إلى أن قضوا على أنفسهم فالجزاء من جلس العمل قل موتوا بغيذكم عندكم غير امتلأت قلوبكم قل موتوا بغيذكم هنا قال الله جل جلاله امتلأت صدورهم وقلوبهم كراهية وشناء للقرآن ولدين الله فأحبط فأصاب أصاب الحيوان عندما يموت حتفا فيه جراء امتلائه وهنا أحبط أعمالهم بمعنى أبطلها أنا أنا أفسر لك لماذا أحبط وإلا أبطل جائزة محى أعمالهم جائزة لكن هو يريد أن يقول أحبطها وأصبحت لا وزن لها بارك الله فيك ثم قال الله سبحانه و تعالى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ نعم هل ممكن أن نؤولها أعجزوا فلم يسيروا بارك الله فيك هذا واحد أقاعدوا أقاعدوا فلم يسيروا نعم بارك الله فيك ما شاء لأنه لو قال أَفَلَمْ يَنْظُرُوا لأولاها بأعم فلم ينظروا بارك الله فيك إذن هذا هو التقدير وهنا بارك الله فيك عندما بيّن بيّن مصير الكافرين بأنه أحبط أعمالهم بأنه قال تَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ما بهم كل هذه الظروف المحيطة بهم والمآسي تتكرر عليهم وليستفدون منها قال أقاعدوا فلم يسيروا يعني كثير من التقديرات ألم يدرسوا تاريخ الأمم السابقة لأن التاريخ أفلم يسيروا في الأرض لماذا يعني يسمعون عن تاريخ الأمم عن عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوت ولكنهم يتجاهلون تلك القصص كأنهم لم يدرسوها أفلم يسيروا التعويض كما تفضلت أقاعدوا فلم يسيروا أجاهلوا وخامة ما أصاب الأمم السابقة فهذا مزيد توبيخ والاستفهام كما تعرف هنا أفل إنكاري توبيخي إنكاري توبيخي أفلم يسيروا أنت إنسان يعني ليغفى ليغفى تقوله يا أخي أفلا تتذكروا من العبرة وتأخذوا العبرة من المشكلة السابقة مثلا يعني فهنا استفهام الإمام قتادة يقول أهلكهم الله بألوان العذاب يعني قصد عاد ثمود الأمم السابقة وليتفكر المتفكرون ليتذكر المتذكرون ويرجع الراجعون فضرب الأمثال وبعث الرسل ومهد إلى غير ذلك فبارك الله فيك هذا العطف هنا بالفاء أفلم يتفرعوا عن الواقع السابق عن الواقع السابق بما أنهم أتعسوا وأهلكوا ودعا الله عليهم بالهلاك وتحدث عن إحباط أعمالهم كأنه يقول ما بهم غافلون ما بهم غافلون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كانت عاقبته العاقبة كما تعرف هي نهاية الأمر ومآل الأمر عند الأمم عاقبة ثمود عاقبة قوملوت فلم يدرسوا تلك العواقب كأنهم يمهدون لأن تصيبهم عاقبة كعاقبة هؤلاء أنا كنت أريد أن أسأل لماذا استعمل الفعل يسير ونحن نعرف أنه للسير مرادفات كثيرة منها المشي منها الانتقال منها كذا صحيح لكن وقفت على فائدة في مرة من مرات سمعتها بأن السير نعم دائما يكون للاتعاض للنظر بارك الله للتأمل ماشاء الله بينما المشي يكون للانتقال من وجهة إلى أخرى بارك الله ويرفع الخطى وينتقل من مكان إلى مكان لذلك دائما يقول الله سبحانه وتعالى يقول سيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض حتى حينما جاء مثلا وقال لموسى وسار آنس من جانب الطول نالا وسار بأهله بأهله هكذا قال يختلف السير عن المشي من باب وهذا أعتقد ذكره كذلك الشيخ فاضل السامر رايح حفظه الله يعني في هذه المسألة فلم يقول امشوا مع أنه قال امشوا في مناكبها سعيا في الرزق ما شاء الله عليك السير في الأرض دائما هو دراسة التاريخ هو التعلم هو التأمل هو إخذ العبرة كما تفضلت والكلمة القرآنية دقيقة في بابها وشكرا على هذه الملحوظة الدقيقة لكن هل لللفظة هذه علاقة في مسألة التوقيت إذا كان ليلا أو نهار لا ليس لها علاقة لما يصبح لها علاقة السير ليلا يصبح السرى السرى وبذلك سبحان الذي أسرى بعبده أما السير صباحا ونهارا يسمى الغدو كما يقولون أبو العلاي يقول وأغدو ولو أن الصباح صوارم وأسر ولو أن الضلام جحفل السرى ليلا والغدو صباحا والمشي نهارا والشاعر يقول سرين ونجم سرين قد أضاء ليس معناها من سارة من سارة بالألحة المقصولة حافظك الله ما شاء الله يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إشارة لمن كل الأقوام السابقة مثل عاد وثمود الأقوام الذين ذكروا في آل حميم آل حميم ذكرت قوم قوم نوح ذكرت قوم موسى عليه السلام ذكرت عديد من الأقوام عيسى عليه السلام طيب ما قال دمرهم الله قال دمر الله عليهم بارك الله دمر ماذا عليهم عيد للأيما الأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم جيد أولا هي جملة استئنافية كأن أنا وأنت تقول جيد كيف كان عاقبة الذين من قبلهم نقطتين أجاب دمر الله عليها هو الجملة استئنافية صحيح لأنه لا وجد ربط فالجملة الاستئنافية لا وجد فيها لا وو ولا فا جيد الفعل دمر كما تفضل دمر يتعدى بذاته قل دمر المنزلة صحيح صحيح دمره الله دمر عليهم هنا بالعاكس دمر عليهم بيوتهم يعني لم يقل دمرهم زلزل عليهم بيوتهم أطبق عليهم منازلهم وهنا أبلغوا في التدمير لو قال دمرهم الله يعني المفعول به مذكور لما حذف المفعول به التعميم والمبالغة أكثر دمر عليهم كل ما يختص بهم من أموال وبيوت ومنازل أطبق عليهم كل شيء ويمكن يعني لم يذكر المفعول لأن ما دمر عليهم متعدد متعدد فالبعض دمر عليه منازلهم والبعض خسف بهم الجبال والبعض داء دمر عليهم عروسهم يعرسون ذكرني فرعون وما يعرسون وما كانوا يبنون دمر عليهم كل ما يملكون فهنا كل العلماء يقولون دمر عليهم أبلغ من دمرهم لأن الأطبق عليهم ما يملكون وبالتالي أفلم يسيروا فيتعذوا بأولئك هذا هو الدمر طيب قال دمر الله عليهم دقيقة أضيق وعلى يفيد الاستعلاء صحيح والاستعلاء يفيد التمكن أكثر صحيح من المبارغ الاستعلاء بارك الله فيك طيب يقول دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إياكي أعني واسمعي يا جار هو يتكلم عن عاد وثمود وقوم لوط خصف بهم وللكافرين أمثالها إذا لم تتعذوا بهؤلاء فلكم أمثالها لها تعود على ماذا لا أمثالها يعني أمثالهم المفروض لا لا بس هنا كيف كان عاقبته وللكافرين أمثال تلك العواقب تلك العقوبات المنزلة عليهم واللام الاختصاص بارك الله فيك نعم لهم لهم لأجلهم وللكافرين أمثال تلك العقوبات أمثال تلك العواقب المتحدة لأن كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قوم قوم يعني بأعيانهم أم أقوام أقوام هنا وللكافرين أمثال تلك العواقب بعض العلماء يقولون أمثال تلك جماعها لأن العواقب كما تفضلت متعددة منهم من خاسف به الأرض منهم من زلزلها منهم من أغرقهم بعض المفسرين قال لا يجمع لهم كثير من العواقب السيئة إذن من نفس الباب كذلك يضرب الله للناس أمثالهم من نفس الباب يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم هنا هذه الجملة مرتبطة مباشرة بدمّر عليهم أولا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم ذلك بأنهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا جملة ولي الكافرين أمثالها جملة اعتراضية موجهة لقريش لا تتحدث عن الأقوام السابقين فهي جملة اعتراضية مقحمة في الكلام أصل الكلام دمر الله عليهم أو دمر عليهم بعدين كأن أحد يقول لماذا دمر عليهم بيوتهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لمولى لهم طيب تسمح لفضل الشيخ الدكتور الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم حديث موجه للمسلمين وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ صحيح لماذا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم هل ممكن أن نقول ذلك بأن يعني إن الله ينصر الذين آمنوا و الذين كفروا فتعسا لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا و أن الكافرين لمولى لهم وهذا هو الصحيح نعم يعني يرتبط بما قبله و يرتبط بالآيات السعر ما قبل ما قبله هذا تناسق القرآن يجوز لنا أن نفهمها ذلك بأنه لماذا دمر الله عليهم بأن الكافرين لا مولى لهم أيضا أنتم أيها المخاطبون من المؤمنين و من الكافرين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا و أن الكافرين لا مولى لهم فهذا التعليل يعني كما تقول تعليل بعد تعليل أستاذ محمد كأنت أحيانا تقول لماذا رسبت يا ابني ذلك بأنك لم تذاكر ذلك بأنك تسهر كل يوم خارج البيت مثلا و أكثر من التعاليل هذا طبيعي هذا الكلام كل هذه تعاليل و أسباب للنتيجة التي أضلهم الله و أحبط عمالهم و أهلكهم آلوا إليها جيد أنا أريد أن أقف معك ذلك بأن الله مولى الذين مولى ما المولى؟ و لي يقول و لي و مولى الله و و لي الذين آمنوا يتولاهم ينصرهم يحسن إليهم يغذيهم يكلأهم هذا من معنى الولاية لكن أحيانا العرب كانت تقول فلان مولى فلان هذا من كلمات الأضداد هكذا نحن و ليون الله ما معنى و ليون الله ربنا إلهنا متولين فلان و لي أمر بلده أنت و لي أمر عائلتك لرفع منزلة ذلك الخادم سماه مولى أيضا كلمة بالأضداد تيمنا يعني تيمنا بالعكس أنت مولى في هذا البيت أنت مقدر و محتر أنت الذي تتولان كما يقال للضرير بصير بارك الله من بابه الكلمات الأضداد رفعا لمعنويات الآخر فهذا معروف ذلك بأن الله مولى الذين أم السؤال مطروح و أن الكافرين لا مولى لهم لماذا لا مولى لهم ذلك بأنهم اتخذوا أولياء من دون الله في كل القرآن اتخذوا أولياء من دون الله أخي أنت اتخذت وليا و اتخذت أصناما و اتخذت أحجارا و شمسا و نارا تعبدها فأنت لا وليا لك اذهب عند وليك و اطلب النجدة و النصرة منه هذا هو النقص و جاءت بعد الله نافية للجنس لعموم الجنس لعموم نفي الجنس بارك الله لا مولى لا جنس ينصرهم لا جنس ينصرهم بارك الله هنا العلماء يقولون في آية في سورة الأنعام يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق المؤمنون و الكافرون كيف يقول ردوا إلى الله مولاهم و الحق و هنا يقول لا مولا لهم هنا لا ناصر لهم لا معين لهم أما ردوا إلى مولاهم ردوا إلى خالقهم ردوا إلى بارئهم أما ردوا إلى مالكهم مالكهم بارك الله فكلمة المولى أو الولي يختلف معناها من سياق إلى سياق بارك الله و أن الكافرين لا مولا لهم يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار و الذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام والنار و أثوى لهم جيد هل الولاية هل ولاية الله للمؤمنين تنتهي في الدنيا لا لا هذا هو ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا في الدنيا ويدخلهم الجنة في الآخرة وجه الربط ولاية الله لا تنتهي عنايته إحسانه رأفته رحمته يعني كلأه بالمؤمنين لا ينتهي في الدنيا يرعاهم وينصرهم وفي الآخرة يدخلهم جنات النعيم جنات الفردوس جنات كذا طيب تسمح لي أعود قليلا إلى الآية السابقة حينما قلت أو قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم طيب في سورة البقرة يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صحيح هذا يتسق الآن معناه لكن حينما جاء عند الكافرين قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ما قال لا مولى لهم قال أولياؤهم الطاغوت بارك الله فيك وأنا قبل قلت لك اتخذوا أولياء من ذو الله من بينها الطاغوت من بينها الحجر معنا الطاغوت كل من يتجاوز حده ويدعي الإلهية ويدعي التشريع فهو طاغوت أنا أقصد لماذا هنا نفى عنهم كل جنس الولاي هنا لأن الولاي بمعنى لا ناصر لا لا ناصر لا معين من ينسرهم في معركتهم مع رب العالمين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم جل جلاله فثبت الذين آمنوا هذه بصورة الأنفال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب جيد في غزوة بدل وفي غيرها إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني في صفكم أني معكم في صف المؤمنين فثبت الذين آمنوا أسند التثبيت للملائكة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فهل يهزم جيش فيه الله تعالى سبحانه الله فقط يعني وملائكته هل يغلب جيش فيه الله هنا الولاية بمعنى النصر هكذا بمعنى النصر أما الله ولي الخلق جميعا بمعنى خالقهم مالكهم جميعا بارك الله طيب قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تستمر الولاية والنصرة إلى يوم القيامة هذا هو المقصود هنا وجه التخلص أنت قد تقول لي كيف انتقل إلى الحديث عن الآخرة وعن الجنة نقول هذا هو المعنى اللهم مولى الذين آمنوا في الدنيا ومولاهم في الآخرة ويتولاهم بل ويدخلهم جنة جنات تجري من تحتها الأنهار العكس الذين كفروا حتى لا نطي الجنات تجري من تحتها شرحناها مرارا مرارا الجنات هي البساتين التي تكثر فيها الأسجار والأوراق التي تجن بمعنى تغطي تغطي تخفي وسمي الجنين جنينا مغطى مغطى ومخفيف بطن ورحم الأم إذن جنات لكثرة خضرتها مدهمات تجري من تحتها الأنهار فقط أعطيك تعليقا من تحتها الأنهار كأن الأنهار تنطلق بداية ابتدائية ابتداء الغاية كأن الأنهار تتفجر من تلك الأسجار من تلك المناطق وذلك أجمل في رؤيتها وفي جمالها إلى غير ذلك قال والذين كفروا النار مثوى لهم لا قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم جيد ولو قال مباشرة والذين كفروا فالنار مثوى لهم يعني لم يصفهم الوصف الذي هم فيه الآن نرى للكافرين استولوا على المال استولوا على الدنيا يأكلون يعني همهم بطونهم وفروجهم فهم يتمتعون يتنعمون أم يتمتعون يتمتعون كل متاع الدنيا ما نره هو متاع مغم ما كان من تيسيرات مادية من متاع من فاكهة من أكل و شراب هذا متاع أما النعيم فالآخرة يعني التمتع في الدنيا في الدنيا والتنعم في الآخرة لذلك في الجنات النعيم ينعمهم الله سبحانه أما الدنيا لا يوجد فيها نعيم النعيم فيه خالص من الشوائب والدنيا فيها متاع الله يقول متاع الدنيا قليل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم ومن هذا جاء متاع المرأة في بيتها أي الأشياء البسيطة كل الدنيا متاع إذن والذين كفروا يتمتعون يتمتعون بشكل عام في الملبس والمنكح والمشرب وكل الظروف جميل ويأكلون الأكل لا يدخل في التمتع سيد محمد يدخل إذن هنا من عطف الخاص على العام للتركيز عليه للتركيز والله يأكلون كل همهم بطونهم وبالتالي كل هذا التنويع وهذا الثقافة وهذه الحضارات يعني همهم بطونهم جيد يأكلون أكلا منتظما لا كما تأكل الأنعام لا أنا أنا كنت أريد قبل أن أذهب إلى لا يأكلون كما تأكل الأنعام هنا فيها تضعيف كذلك ما قال يمتعون يستمتعون 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 قال يتمتعون نعم يبالغون في التمتع يبالغون ولذلك الذي لا يؤمن بالآخرة ماذا يفعل أستاذ محمد لديه مال لديه شهرة لديه منصب ولا يؤمن بالآخرة ماذا يريد يريد أن يغتنم كل دقيقة بل كل ثانية صحيح فالاستمتاع بالدنيا فيه مبالغة فقال يتمتعون بكل لحظة في حياتهم وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ كيف تأكل الأنعام الأنعام يقصد بها طبعا كما تعرف البقر الغنم والإبل والإبل والمعز الأنعام الخيول لا تأتي لا الخيول لا تدخل في الأنعام الأنعام هي التي تأكل ويركب عليها كما تأكل الأنعام تأكل وهي منكبة على رؤوسها وهي غافلة في مسارحها ومعالفها لا تدري ما يخبأ لها أنت ممكن تمسك بقرة لو تأكل تأكل وتذهب بها إلى المنحر وتنحر سهل الله مصحية لا هي غافلة عن كل ما يأتي بس هنا تأكل همها أن تأكل فقط وهي غافلة فتشبيههم بالأنعام في غفلتهم عما يخطط لهم والأنعام تعرف ماذا يخطط لها فهم يأكلون كما تأكل الأنعام والنتيجة النار مثوى لهم والنار مثوى لهم مثوى من ثوى يثوى في المكان ويثوي ثويا ثواء بمعنى يقيم ويستقر يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم انتشر في الفترة الأخيرة فضي الشيخ الدكتور بعض الرسائل التي يتناقلها الناس ووصلتني كما ربما وصلتك ووصلت كثير من الأخوة المشاهدين يعني بالواتساب أكيد قال لا يجوز أن يدعو المرء فيقول جعل الله الجنة مثواك من بابي أن المثوى في القرآن دائما يطلق للكافرين والنار مثوى لهم مثواكم النار فبئس مثوا المتكبرين فبئس مثوا الكافرين حينما وصلتني الرسالة قمت بالبحث في هذا الموضوع في الحقيقة فوجدت أن الله سبحانه وتعالى قال كذلك في المأوى قال للكافرين مأواكم النار وقال عني الجنة جنة المأوى جنة المأوى وهو يقول إذا دعوت في الجنة فدعو بالمأوى ولا تدعو بالمثوى أيضا المأوى مستعملة في النار بل والمثوى واستعملت في بعض الاستعمالات صحيح أنها ليست في النار لكنها استعملت في الجنة لكنها استعملت استعمالات جيدة وما كنت ثاويا في أهل مدينة إنه ربي أحسن مثواي أحسن منزلتي وأحسن تمكيني يوسف عليه السلام إذن كلامك صحيح لكن الرسالة التي تتفضل عنها هي صحيحة 90% لماذا؟ الاستعمال القرآني خصص كلمة مثوى لكثرة الاستعمال في النار بئس مثوى الكافرين النار مثول لهم مثل هؤنا لم تأتي الجنة مثولا لكن لو عدنا إلى الأصل اللغوي ثوى بمعنى استقر إنه ربي أحسن مثواي أحسن منزلتي وأحسن تكريمي واضح؟ كلمة المأوى المأوى تطبق على الجنة وعلى النار إذن اسمه مكان هذا على وزن مفعل فبارك الله وفيك على هذا الإضاح لكن كلمة مثول لهم بمعنى إقامة دائمة لهم مستقر مستقر أنا هذا الذي يهمني ثواب المكان بمعنى أقامة أقامة مستقرا أقامة طويلة طال الثواء على رسول المنزل بين اللكيك وبين ذات الحرملي فالنار متولهم دائما معناه إن الله يدخل الذين آمنوا مؤقتا أم دائما دائما هذا الذي نريد جيد إن الله يدخل من الذي تولى إدخالهم الله سبحانه الله النار متولهم من تولاها ما قال ما قال أسند إدخال المؤمنين إلى الجنة بذاته العلية إلى ذاته تشريفا لهم وأهمل جل جل لا نقول أهمل لم يسند إدخال النار إلى ذاته العلية مع أنه في الدنيا أسند فعل التدمير إليه جل في علا قال دمر الله عليهم جيد من باب التخويف أكثر من باب التخويف والإندار والتشديد بارك الله فيك وجملة إن الله يدخل فعلية والنار مثول لهم اسمية تدل على استقرارهم الدائم والعياذ بالله الله ينجينا وينجينا والاسم فيه استقرار أكثر من الفعل وديموما وديموما أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء في الحلقة القادمة سوف نقف عند قول الله تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم إلى ذلكم الحين هذه تحية للأخوة المشاهدين عبر برنامجهم في رحاب سورة بحول الله نلتقي بكم الأسبوع المقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من جميع المتاجر الإلكترونية